هنرجع لحديث الساعة في مصر نتيجة السنوية العامة والمؤتمر اللي عمله وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النهاردة من 6 أكتوبر والمدينة التعليمية وأعلان النتيجة وازاي بيتحرك الطلبة المرة دي هنتكلم عن النواحي النفسية وازاي كده نضبط انفعلاتنا وازاي نرتب أفكارنا وازاي نشوف البدائل المختلفة ونفكر كده خارج السندوق زي ما بيقولوا خلينا نتعرف على كل التفاصيل يا محمد اللي هتفيد الطالب وهتفيد كمان الأب والأم مش بس الطالب سهلا أنها مرحلة مهمة جدا وزي ما قلنا أنه بيقى فيه توتر قبلها وتوتر كمان بعد النتيجة ده من الممكن يكون لي تأثير على اختيارات الطلبة كل هذه التفاصيل وكل هذه التساؤلات هنعرفها دلوقتي في فقرتنا طبعا من خلال ضيفنا اللي بنوارنا ودائما بنوارنا الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي دكتور تامر سبع الخير فن وعلى كل المصرين أهلا بيكم يا أهلا بحضرتك حالة من التوتر والألأ قبل النتيجة وبعد النتيجة هل ده من الممكن أن يكون مؤثر على اختيارات الطلبة بالنسبة طبعا للتنسيق طب في البداية أول حقيقة بنهن أبناء الطلاب السمان عامة بالنجاح الباهر وإن شاء الله النهاردة حيبقوا يوم الفرح في بيوت ناظم طبعا إن شاء الله إن شاء الله حالة قلق وضغوط النفسية ديت بتستمر مع طالب السمان عامة من قبل ما يبدأ السنة الدراسية مرورا بالسنة الدراسية حتى الامتحانات حتى انتظار النتيجة حتى ما بعد زر النتيجة والتحاق بالكلية والتنسيق الطالب هنا بيمر بسلسلة من القلق والتوترات بتزيد في كل مرحلة وخلي بالك الدايرة دي أو المساوم القلق ده بيبقى مرتفع في كل مراحل طيب هل الطالب لما تطلع النتيجة بسريح لا وأنا بقول للطلاب هنا أولا الأمور أبشروا قولا واحدا كده لا أبشروا بدغوط ما بعد النتيجة أنا على فكرة بنتي كانت من أول الجمهورية غراب كده عشنا في حالة من الضغوط النفسية لغاية ما قررنا ندخش كلية معينة مرحلة الاختيار بالضبط أفهمي وخلي بالك الضغوط مش معناها سلبي في علم النفس مش معناها سلبي فيه ضغوط إيجابية يعني مثلا لما بنت مثلا بتتجوز ده ضغط إيجابي لما الطالب ينجح وجيب مجموع باهر ده ضغط إيجابي فبالتالي هنا الضغوط قد تكون إيجابية بتدفع الناس للاختيار أهم حاجة اللي إحنا لما نيجي نستقبل النتيجة وفيه لبعض يعني شبه عرفة وكده أهم حاجة زي نتعامل مع أولادنا هنا المرحلة دي بتبقى مرحلة في ممتها الأهمية والخطورة أول حاجة أنا بطالب السادة أولا أول حاجة أنهم يسكوا تماما أن النتيجة اللي ابنك حصل عليها دي نتيجة من عند ربنا ربنا هو القضى لها هذه النتيجة ابنك بذل كل ما في وصعه من جهد خلي بالك السنة دي كالسنة فيها بعض الصوابات منها ارتفاع درجة الحرارة أسناء الامتحانات انقطاع تغير القهراءة زي ما حرارتكوا عارفين بالإضافة لي وجود مشكلات في الامتحان نفسها وده الأدى بالوزارة أن هي تلغي بعض الأسئلة في بعض المواد زي الفيزياء وديناميكا وتلغي الطلاب درجة بتاعتهم تاني حاجة فردم لازم الطالب وليه أمره بالذات أولاء الأمور يؤمنه تماما أن ربنا دايما بيحاسب على الجهد حتى لو الجهد الحالي الطالب ما خادش لمكافأة جيدة ربنا يكون يكافأه فيما بعد يكون يخش هنا كلية يتميز فيها فيما بعد يلطح بفرصة عمل مستقبلية إلى آخره أهم حاجة لحظة النقطة بالنتيجة أو معرفة النتيجة دي لحظة فاصلة في حياة الطالب أنا بطلوب والتمس من أولاء الأمور ما حدش ينهر ابنه ما حدش يقوله كلام سلبي خد ابنك واحتضنه واحتويه اللحظة دي بتفرق نفسيا جميل جدا مع الطالب خلي بالك يمكن هنا الطالب بسبب ضغوط الوالدين أثناء إلى النتيجة ده بيفعل انتحار وكل سنة تأثب وحصلت الحقيقة في حوادث فردية حصلت فيه بالضبط الفني اللي بخلي بالحرك بعد النتيجة بيحصل حالة انتحار دي بسبب ردود الفعل القاسية من الوالدين يمكن أنا أول ما نتيجة ما تطلع قولي ابن انت فهاشي انت ما عافش يه خلي الألفاظ دي خطيرة جدا بلاش الألفاظ اللي بتمس شخصية الطالب الألفاظ دي بتدفع الطالب لي التفكير السلبي يمكن تصيبه لقادة الله بأمراض جسمية زي الضغط أو ثقة لقادة الله أو بأمراض نفسية أو عقلية أو أبسطها بتهزي ثقته في نفسه بالضبط يا فندي بقى إيه دي مشكلة وهذه الثقة بالنفس أو عدم الثقة بالنفس هي البوابة المعظم أمراض النفسية والعقلية فيما بعد لازم نؤمن تماما إن السنوية العامة دي مش نهاية المطاف دي بداية الحياة وعمر مكان النجاح في المجتمع مرتبط بالنجاح في السنوية العامة إزاي بقى يا فندي ده ممكن يحصل يعني إزاي أولياء الأمور ممكن ننقلوا الكلام ده لأبنائهم من دون ما يظهر في شكل النصيحة أو التلاشي المعروف دي مش نهاية دي الكلمتين المعروفين لا إحنا عايزين يكون في خبرة يكون في نمازج بالفعل أولياء الأمور يشوفوها وتدوين إلوها لأولادهم الله يا أستاذ محمد أولياء الأمور محتاجين توقيع أكثر من الأولاد أولياء الأمور ببعض أعصابهم يعني أنا أعرف طلاب يمكن أن تقبلوا النتيجة وأولياء الأمور هم عندهم المشكلة بس ولي الأمر بحكم الخبرة وإحنا كبيرنا وعارفنا شوفنا كلنا بعد ما طلعنا من المرحلة السمان عامة والعمل شوفنا نمازج كتيرة ناس كانوا مجحين وتفوقين في السمان العامة في حياتهم العملية ما حققوش أي حاجة ناس كانوا مساوم عالي جدا في السمان العامة في حياتهم العملية بعد كويسة جدا حرارة شوف نجوم الفن شوف مجموعةهم في السمان العامة شوف لعبة الكرة ونجوم الكرة شوف مجموعةهم في السمان العامة مش عايز أقول أن كلهم كانوا جايبين مجموعة عادية أو متوسطة لا فيه كانوا جايبين مجموعة كويسة لكن في مجموعة بها كانت جامعة مجامعية عادية وتفوق وتميزه فيه ما بعد الرئيس لا يس مرتبط به النجاح والتفوق في السنوية العامة ابنك قال يكون الأول على الجمهورية في السنوية العامة والأخير في الحياة يمكن أن يكون جايب مجموعة عادي في السنوية العامة والأول في الحياة لازم نكتنع كلها فندم أن فرصة العمل للتوازف في المجتمع الحالي لا ترتبط بشهادة جامعية فقط يمكن أن تروح أي مكان أو مجال متماس في العمل تحس أن قدامك ده مهندس وتفاجأ أنه خريج حقوق أو أداب يبقى هنا فرصة العمل في المجتمع بتاعنا يا فندم تعتمد على السكيلز أو المهارات التي لديها الطالب لازم الطالب ينمي نفسه في كذا حاجة في البرمجة الزكاية الصناعي اللغات إلى آخره فدي كلها بتوفر له فرص عمل جيدة وزي ما سمعنا دكتور تامر قال كلمة مهمة أوي تنظيم الوقت بالضبط دي كلمة السر أعتقد في نجاحه وتفوقه بالضبط أفهم على فكرة نسوان عمل إش معناه لنعود إذاكرة بقى عشر ساعة ده مفروم خاطئ فأنا بحيي ابننا دوت اللي هو بيقول لأننا كنت بذاكر بمعدلات عادية جدا ولازم النسوان عمل دي عمل إزايا السفاق الجاري عشر تدف مثلا متر هنا الطالب لازم يمشي بالتدريج بشكل متزن ساعتين تاتة أربعة خمسة ستة تغير سبعة تمانية ويسراء الامتحانات مش شرط يطال برك يوعد طول اليوم ولا يذاكرة لا يمكن يذاكرة أربعة خمسة ستة ساعة بس خلي بالك طلبهم فوقنوا الأول دايما فترة الامتحانات وقت المذاكرة بيقل لعشان يطالوا أصلا وخد حصيرة جميلة طول السنة فبالتالي وقت الامتحانات بيتسرجع بس المعلومات اللي هو أذاكرة قبل كده وبيخش الامتحان بشكل جيد إن شاء الله مارسوا كده مارسوا إن شاء الله إزاي تقبل النتيجة ودرب نفسي أن أنا أقل للتغطر والألأ طيب هنا النتيجة جات لي خلاص كده كده خلاص يا ربنا كتب لي كده خلي بقى حضرتك أيامنا في السنوات العامة مختلفة عن حاليا أيامنا كان في حوالي 27 جامعة حكومية فقط ومتحلين في تخطر الجامعات فبالتالي لو أنا ما جيبتش الكلية في النتاج جغرافي بتاعي هتساوح روحة أي حتى بعيد أو كده لكن دلوقتي الدولة المصرية نمت عدد الجامعات من 49 جامعة في 2014 وصل حاليا لحوالي 108 جامعة مصرية ما بين جامعات حكومية 27 جامعة حكومية 32 جامعة خاصة 20 جامعة أهلية 10 جامعات تكنولوجية بالإضافة لجامعات الدولية والفروع جامعات أجنبية إلى آخره فبالتالي هنا فنديم فرص التحق الطالب بالجامعات أصبحت متسعة ومتعددة لو أنا ما وفقتش لأنا أخذش الكلية حكومية معينة قدامي حسب إمكانياتي جامعة خاصة أو جامعة أهلية طيب الناس سيقولوا تكلفة عالية لا يا فنديم جامعة أهلية طبعا حراركوا عارفين أن الجامعات الحكومية حاليا فيها برامج خاصة في بعض الجامعات الأهلية تكلف الدراسة بها يا فنديم أقل من الجامعات الحكومية في البرامج المتمايزة فأنا هنا أصبح قدامي بدائل كتيرة كطالب وكوالي أمر لا نخشها طيب أنا مثلا عايز أخش مثلا كلية معينة زي كلية الإعلام مثلا تمام لقيت مجموعي ما وفقش ليها أحاول مثلا في كلية الإعلام أخش الأقسام المشابهة ليها في كلية تانية زي كلية أدب إعلام تمام ده لما عملته بالمناسبة يعني أنا في السنوات العامة كنت أدبي وكنت جايب 92 مجموعة تانية وتالتة 92 وسبعة من عشر فارقة حاجة صغيرة جدا على إعلام القاهرة فطريقة أدخل أدب إعلام ممتاز جدا دلوقتي بقى إذن محمد الاختار التالت ما لقيتش هنا وهنا أخش جامعة أهلية بالتالي بقى من مجموعة أقل فهنا أصبحت فرص للتحارب الجامعة متعددة ومتنوعة فبالتالي القلق بتاع السنوات العامة فندم والنتيجة هو كده كده في التراس وموروث المصر موجود لكن الواقع اختلف بقى أكثر سهولة دي أول جميل جدا الطرق اللي بتقلل للقلب بالظبط أفهم أنت عندك المعروض كتير والأنا أشغل وزي ما قلت بك أشغل على نفسي دوت رسالة كل أبناء والطلاب أولئي الأمور أن الطالب يشغل على نفسه وينمي مهاراته مجالات العمل لا تنظر إلى الشهادة بقدر المهارات التي تتوفر لدى الطالب خاصة البرمضة والذكاء للصناعي طيب دي نقطة مهمة جدا لأنه دايماً الإنسان عدوه ما يجهل أولاً ما بقتش جديدة يعني بقت موجودة بس لسه احنا كثقافة ما تعودناش عليها بشكل كبير تمام إزاي نتأقلم مع المتغيرات هو التأقلم ده حيجي أصد محمد طبيعي طبيعي عشان انت لو ما تأقلمتش مع المتغيرات حتى ندى السر حتى تتخلف وترجع الورى فبالتالي هنا أولئي الأمور وطلاب حتى الجامعة خلي بالحرك دلوقتي أياً كانت خاصة سواء أدبية أو علمية أو ريولية دخلت الزكاة للصناعية وبرمجة يعنيها مثلا في كل التربية عادة مواد اسمها تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات تكنولوجيا في التعليم أصبح المعلم مثلاً في مجال التعليم ما بيعملش خط الدرس يدوياً لكن بيعتمد على الزكاة للصناعية في عدد خط الدرس في مجال الإعلام نفس الشيء في كل المجالات فبالتالي الطالب هنا غزباً عنه لما يخش الجامعة أو يخش أي مجال دراسي فيه ما بعد هيلقي نفسه لازم يخش في مجال البرمجة ومجال الزكاة للصناعية عشان يقدر يمشي ويساير العصر هو فيه طيب جميل جداً بدأنا أول الخطوات أن أنا بختار بالشكل السليم دخلت الكلية مفروض يبقى ده إزاي لأنه هو ده اللي في الآخر اللي هيهيقني لسؤول عمل يعني أنا بعتبر أن التأديرات اللي داخل الكلية أو الاجتهاد اللي داخل أي كلية أنا دخلت فيها هي دي اللي هتجدلي الفرصة بعد كده طب قبل ما نتكلم عن النقطة دي أستاذها هيبة عايزين نتكلم أصلاً إزاي أنا أختار الكلية بتاعتي تمام عمليتي أختار الكلية دي إزاي ما قلت في البداية عملية سهلة تمام عشان في بعض الطلاب بيكون يخش كلية هو حبيبها أو يخش كلية اسمها صراع نفسي أكاديمي يعني صراع نفسي إن الطالب يبقى قدامه أكثر من بديل ومحتار يختار أنا بديل طالب المرحلة الأولى اللي جاي من مجموع كبير جداً بيمربع بحاجة يسمها صراع اسمه الأقدام الأقدام بيبقى قدامه أكثر من حاجة حلوة ومش قادر يختار ما بينهم تمام طب هنا الطالب بيفاضي أو بيميز بين الكلية إزاي هنا عايزين ننصف زي ما احنا بنقول دايما فكرة كليات الكمة في عقلية الشعب المصري بمعنى اللي أنا مش معنى اللي أنا جي مثلاً في عالم علوم مثلاً 9% أو 38% يبقى طب أو طب السنان أو صيدالة أو كذا أو كذا بالنسبة للأدبي اقتصاد وعلوم سياسية وألسن وعلام والكلام دا كل كم دا انتهى تمام طيب أنا إيه المعايير اللي أنا حسن الإلهي في اختار الكلي أول حاجة ميولي يبقى هنا بميل بيزبق المجنوع بيقولي أن أنا بحب أن يدراسي ألي مجال دراسي تاني حاجة يا فندم قدراتي العقلية خلي بالك المفهوم دا تحط تحته ميتخط يعني إيه بقى الكدرات العقلية كل نوع دراسة بيطلب من الطالب قدرات عقلية معينة عشان يتوافق معها احنا عندنا في علم النفس يا فندم مثلاً العلوم الطبية محتاجة قدرات معينة أن الطالب يتعامل مع المواد الطبية ويفهمها العلوم الإنسانية فيه قدرات عقلية تانية مختلفة الرياضيات فيه قدرات عقلية تالتة مختلفة فإنه لازم الطالب يتوافق قدراته العقلية هل الطالب قادر أنه يقيم قدراته العقلية؟ ما هو دي بقى نقطة حول لحرك عليها القدرات دي عزيزي محمد ليه مؤشر موضوع سهل جداً إيه هو؟ إلي أنا أشوف درجات ابني في المواد دي خلال السن الفات بمعنى السنوية عامة وبس السنوية وليها فندم للأسف على قد ما هي لها مميزات لها بعض العيوب إنه الطالب يمكن يجيب درجات عالية في مادة نتيجة لعامل تانية غير مهم زيك زي التخمين زي إنه هو دخل كده جاء وفجاب مجموعة عالية فهنا بنا بناشر للطالب إنت أكتر واحد عارف من سواك وما طبعا ولي الأمر لو إنت شاطر في الرياضة فعلا أنا وبتحب الهندسة خش الهندسة يبقى هنا ملمع القدرة لو إنت شاطر في الكيميا والفيزياء والأحياء وجايب مجموعة كويس خش طب ما فيش مشكلة لكن لو إنت جايب مجموعة وعارف إن قدراتك لا تؤهيلك إلى قدرة الهندسة أو الطب لو سمحت روح القدرة تتلقى مع قدرتك ليه حيخش يا فندم حيلاقي القدرة دي تفوق مساواة العقلي هيتعب بقى تصدق بحاجات تانية بالضبط بالضبط يا فندم حركت سمعي عن نسب اللي نجاح في قدرة الطب جنوب الودي خلال الفصلين اللي فات كانت نسبة نجاح 20-21% ليه بقى رغم إنهما جايبين ما جامعها عالية هو ده تصديق للكلام اللي أنا بقوله لكن قدرات الطالب العقلية لا تتواهم مع هذه الدراسة فبالتالي الطالب يكون أمين مع نفسه أنا مش قادر على الهندسة فبالتالي بلاشي أبوي أن أنا أخشها أخش أي كلية تانية تتوافق معي إن شاء الله فنون جميلة إن شاء الله كذا أو كذا أو كذا الطالب حتى لو دخل كلية أقل من مجموعه ما نستخصرش المجموع حيبدع فيها وحتماس فيها كلية القمة اللي أنا بحق فيها ذاتي طيب ابني أحاول يا فندم أبعده بقدر الإمكان عن الكليات اللي فيها فائد في الخريجين أبعد عنها تماما لو أنا اضطريت في بعض الطالب بيضطروا إنهم أخش كلهم أنا فيها فائد هنا يا فندم بأخش أشوف البرامج المميزة داخل هذه الكليات أخد بيها بقى كورصات مثلا بره أو كده كورصات بيضافة أزود مهاراتي جميل يا فندم وفي بعض كليات فتحة دلوقتي أقسام أو تخصات جديدة برامج خاصة يمكننا طالب يلتحق بيها دي متميزة جدا طيب فيه كليات حولكم فاجأة عدد الخريجية قليلين ورغب كده وزارف العمل فيها مش كويسة أبعد عنها في بعض اللغات فيه كليات الألسن يعني مش مستخدمة بشكل واسع نتيجة لإن عدد السكان بيتكلموا باللغة دي قليل جدا فبالتالي مش هتفتن كتير طيب إيه تانا يا فندم إلا أنت عامل بحث وعارف أن مثلا مطلوب مترجمين لهذه اللغة في دولة معينة فتبقى أنت كده ماشي صح يبقى على بصيرة وعلى علم لازم الطالب وليه أمره دايما يختاروا كليات اللي فيها تخصات حديثة بقدر الإمكان الكليات يا فندم أختارت قسم أو كلية اللي بتأهن اللي عمل فيه أكتر من مجال بمعنى يعني ما أصدر أنا كليل تربية للأسف وظيفته معلمة يشار معلم ما فيش أكتر من كده لكن لو حركت دخلت مثلا قسم لغات أجنبية إنجليزية فرنسية ألمانية يمكن تشعر في بنك يمكن تشعر في الإزاعة يمكن تشعر في التلفزيون يمكن تشعر في كذا كذا يبقى أن تختاروا كليات اللي بتحلي مجال كبير من التوازف فيه قطاعات متنوعة تمام فيها دي كلها مشارك كويسة لازم الأب والأم يخلوا بالهم أنه في بعض الجامعات الأجنبية في مصر الجامعات ممتازة جدا 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 بتح منح مجانية لطلابنا ما يخشوها منها الجامعات ما تشعرش المجموعة عشان الناس ما يفهمش غلط المجموعة العالي مش شرط أن يكون السبب من دخول المنحة لا يمكن تطالب يكون من جامع من رأس الحكومية عادية جدا بس ليه أنشطة طلابية يمكن تخش الجامعة زي الجامعة الأمريكية أو له مثلا بطولات رياضية أو كده دي يمكن بتدينه ميزة في المجموعة كمان يا فندم في بعض الجانب الأعمال بخصص المنح للطلاب فهنا هنا كأب فسيطرهم متفوقين هنا هنا أنا كأب أدور على المنح دي لازم أخش موقع وزارة التعليم العالي وأشوف الكليات المتاحة أشوف الجامعات الأهلية الجامعات الخاصة إنفعش أنا ما أطلعش على كلام دوت وأختل من أي كلية يبدأ أن أخش الجامعة الأهلية دي سألاقي الجامعة دي وأفتح كلياتها وتخصاتها والمصاريف فدي يبدو الدين بصيرة كويس تبقى حيرة طبعا إن مر بيها مجربها عارفة عارف جدا بعض الطلبة يقول دلوقتي يعني بعد أما خلاص خلاص السنوية ودخل تخرج يقول ما أنا لو كان حد نصحني أنا كنت دخلت الكلية دي كان زماني دلوقتي مثلا اشتغلت وكان فيه وظائف متاحة كتيرة من هذا التخصص بعض الأوقات أولياء الأمور ويكونش عارفين أصلا أو ما عندنش الخبرة الكافية أنهم ما يتكلمون مع أولادهم الأولاد هنا تعمل إيه؟ هنا فندم دلوقتي السوشال ميديا بقت مفتوحة على الكل طبعا إحنا أنا كمتخاص في التربية دايما بنزل حيات في المواقع الصحفية المختلفة وفي السوشال ميديا وكده بوعي أولاء الأمور والطلاب بس في العالم زي ما حرق بطول كده في قطاع عارف جدا من الطلاب ما عندهمش يسعى العلم دوت ولا الوعي ده ولا أولاء الأمور فإحنا دورنا كوسائل إعلام إيحنا نبلغ هذه الرسالة إلى أولاء الأمور والطلاب وطالت دايما طبعا وحضرتك قلت كلمة كويسة جدا في وسط الحديث ما تستخسرش المجموع بالظبط أفن يعني شوف أنت عايز إيه فعلا بالظبط شوف أنا عايز إيه أشوف من ناحية أنا عايزي وأشوف سوق العمل عايزي وأعمل هنا ما تشنجميني اللي اتنين ده حيديني فرصة اللي أنا أخش كلها أنا بحبها وأبدأ فيها وفي الأخير أطلع علي فرص ليه التوازف والشغل كل شكرا لحضرتك يا فندم شرفتنا ونورتنا دكتور تامر شوي أستاذ علم النفس التربوي شكرا جزيلا شكرا لحضر محمد شكرا زائدة